أعرب معالي وزير الخارجية عن خالص تعازي ومواساة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى الجمهورية الفرنسية قيادة وحكومة وشعبا بضحايا العمليات الإرهابية الآثمة التي شهدتها مدينة باريس مؤخرا وأودت بحياة العديد من الأبرياء وقال معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية خلال زيارته اليوم لسفارة الجمهورية الفرنسية لدى مملكة البحرين لتقديم واجب العزاء بضحايا هذه الأعمال الإرهابية والتأكيد على تضامن المملكة مع الجمهورية الفرنسية وشعبها صديق في هذا المصاب الأليم وأكد معاليها أن الأعمال الإرهابية البشعة التي وقعت في مدينة باريس لا يقرها عرف أو دين ولا أخلاق أو ضمير فهي جرائم ضد الإنسانية تحتم ضرورة الاهتمام بتطوير آلية تعاون دولي واتخاذ خطوات وإجراءات أكثر عملية وأشد فعالية تتناسب مع الأبعاد الجديدة والانتشار السريع لهذا الإجرام الذي يهدد كافة دول العالم وأشار معالي وزير الخارجية إلى أن العالم بأسره يمر حاليا بمنعطف صعب ويواجه التحدي هو الأخطر وينذر بأسوأ العواقب على مسيرة تنمية وتقدم المجتمعات التي ترتكز بالأساس على توفر الأمن وهو ما يجب أن يكون منطلقا قويا ومحفزا كبيرا نحو بدل المزيد من الجهود النوعية واتخاذ الاستراتيجيات اللازمة لاجتثاث ظاهرة الإرهاب من جذورها والقضاء على مصادرها ومسبباتها ومهما كانت دوافعها ومبرراتها من جانبه عبر سعادة السيد بيرنارد رينوفابر سفير الجمهورية الفرنسية لدى مملكة البحرين عن خالص اعتزازه بتضامن عاهل البلاد المفدى وحكومة مملكة البحرين وشعبها الصديق مع الجمهورية الفرنسية مقدرا المشاعر الصادقة لمعالي وزير الخارجية وحرص معاليه على تقديم واجب العزاء مؤكدا عمق ومتانة العلاقات بين البلدين الصديقين وسعيهما المستمر لتعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المشتركة ترجمة نانسي قنقر